وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا تتواصل الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس ثلاثة امتحانات يجريها طلاب خلال أشهر مارس وإبريل ومايو على أن يكون الامتحان الشهري في مقررات لا تندرج في امتحانات الأشهر التالية الولد أو البنت تمتحن المواد كلها في ورقة واحدة في الأول في الامتحان الأولاني كانوا خايفين دخلوا لأقول الامتحان سهل جداً وبدأوا أنهم يتفهموا وطبعاً كانت اتعاملت عليه تدريبات بالنسبة للمرحلة الابتدائية والاعدادية وما فيش امتحان على التابلت هو امتحان ورقي كله والحمد لله الامتحان بيؤدى تماماً ما فيش أي مشاكل ما فيش أي عقبات بتقابلنا فيه خالص نهائي امتحان بيكون موحد مادة كل سؤال بيجي فيه بكل مادة من المواد الأساسية الخامسة بيجي سؤال وفورقة واحدة موحدة بيؤديها الطالب خلال ساعتين زمن المدرسة خدت إجراءاتها الاحترازية ودي طبعاً وغدنا من أول العام الدراسي تعد الامتحانات الشهرية بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع وحتى الثاني الاعدادي وستحتسب درجاتهم بالتقسيم في ثلاثة أشهر بنسبة 50% وخمسين في المئة على الامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول في قول عداتي وذكرت الامتحان بس ما كنتش متوقع أنا هو يجي سهل بطريقة ذي يعني بس كان سهل سهل جداً يعني بس أنا كنت واغت في غلطة بس سهل الامتحان أنا مبسوط منه وخلوه يمتحن الطلاب بالمدارس بنموزج ورقي داخل الإيجان مؤمنة ومراقبة بشكل جيد وتم توفير العديد من المنصات التعليمية والمكتبات العلمية الإلكترونية لتسهيل عملية تحصيل المعلومات ودراسة المناهج ترجمة نانسي قنقر